الخبر التاني عندنا من مصر برضو هو له علاقة بثنائي بيرامدز هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة ثنائي بيرامدز اللي في اتصالات بقت كبيرة جدا من الجهاز الفني والكابتن حسام البدري بيتكلم على الاتنين اللي ظهرين قدام حضراتكم على الشاشة واحد منهم اللي هو المهدي سليمان حارس المرمى وعبدالله بكري وعبدالله بكري له قصة حقولها لكم في الاخبار اللي جاي الاتنين ماشين بشكل كويس سواء على مستوى حرس المرمى أو على مستوى الأداء الفني لعبدالله بكري مهدي سليمان لعب مع بيرامدز لحد دلوقتي 15 مباراة شباكه اهتزت 12 مرة فقط ب12 هدف وحافظ على شباكه نظيفة في 6 مباريات وزي ما حضراتكم متابعين ولا يخفى على أحد الحالة اللي بعيشها ببيرامدز على المستوى كمان الافريقي القصة بتاعت عبدالله بكري يمكن وده الخبر المهم اللي حيزهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي عبدالله بكري في كلام في الفترة اللي فاتت انه الراجل حينضم لنادي الأهلي اجيب لكم من الآخر علشان ما نعودش نطول عليكم في القصة ما عندوش عرض من النادي الأهلي ومحدش كلمه من النادي الأهلي والعرض الوحيد هو عرض من السعودية وتحديدا من الوحدة السعودي فقط لا غير ما عندوش عرض من النادي الأهلي دي قصة عبدالله بكري